شدينا التساع صباحاً ومجز الأهم الأنباء مع دينا شارفة فضلية دينا شكراً لك جمانا التساع صباحاً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو شو دونيو وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الأعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو التي تنعاكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء وقد شهد اللقاء التباحث بشأن أزمة الغذاء العالمية وبالأخص ما يتعلق بتدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر كونها أحد أكبر مستورد الحبوب في العالم حيث أوضح الرئيس السيسي سعي مصر تجاوذ هذا التحدي بشكل جذري من خلال تحقيق الطفرة في مساحة الأراضي الزراعية وكذلك من حيث التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الانتاجية تستأنف اليوم محادثات توقف إطلاق النار بالقاهرة يأتي هذا في حين نقلت توكلة الأنباء الفرنسية عن حماس قولها أن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة حال موافقة إسرائيل على مطالبها وكانت الوكالة الفرنسية قد أشارت كذلك إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أن إسرائيل قبلت مبدئيا بنود مقترح هدنة في حربها على قطاع غزة وفي انتظار رد حماس وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت مناطق بدير البلح وخان يونس ورفح ومدينة غزة مع أصفر عن استشهاد وإصابة العشرات من جانبه أعلن جاش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة سبعة آخرين بجروح خطيرة في معارك بحي الزيتون ومدينة خان يونس بقطاع غزة أعلنت تواساء الإعلام الإسرائيلي استقالة مسؤولين كبار في وحدة المعلومات بجاش الاحتلال بينهم المتحدث العسكري دانيال هاجاري وأفادت القناة الرابعة عشر الإسرائيلية بأن الرجل الثاني في تقم هاجاري موران كاتس وعددا كبيرا من المسؤولين في نظام المعلومات التابع له قد ضموا استقالاتهم على خلفية العضوان على غزة وأوردت تقارير إسرائيلية خلال شهور الأخيرة أنباء عن خلافات عميقة بين الحكومة في إسرائيل والجيش بسبب إدارة الحكومة للحرب وخطتها لما بعد الحرب في قطاع غزة دعت كاميلا هاريس نائبة رئيس الأمريكي الحكومة الإسرائيلية إلى وقف فوري لإطلاق نار في قطاع غزة كما طالبت هاريس بالضغط على إسرائيل بالقوة لزيادة تضفق المساعدات لتخفيف ما وصفتها بأنها ظروف غير آدمية وكارثة إنسانية بين الشعب الفلسطيني كما شددت هاريس على ضرورة العمل على إعادة الخدمات الأساسية وإعادة النظام في قطاع غزة ختم مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر